موسيقى ربنا أراد لأي مجتمع سواء كان مجموعة أصدقاء أو عيلة أو زوجين أو شركة إن المجتمع ده يقوم على الحب قال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم واحفظ القاعدة دي كل معصية أخلاقية مفرقة بين الأحبة ومعكرة لجو السلام في العلاقات هي من الكبائر وعلى رأس هذه المعاصي الأخلاقية النميمة والنميمة غير الغيبة الغيبة إن أنا أقول عليه الكلام في ظهرك يديقك ذكرك أخاك بما يكره ودي غلطة كبيرة أما النميمة إن حد ينقلك الكلام ده النميمة هي نقل الكلام المفسد بين الأحبة بين المجالس وده النميمة يعني ليه دافعين مشهورين جدا أول دافع بيخلينا ننم على بعض يعني ننقل الكلام اللي بيزعلنا من بعض بين المجالس هو الوقيع المقصودة إن أنا عايز أبقع بين اتنين فبقوله بيقول عليك وده سمى رسول الله عليه الصلاة والسلام شرار الأمة قال صلى الله عليه وسلم إن خيار عباد الله من هذه الأمة الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى وإن شرار عباد الله من هذه الأمة المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة بص المشاؤون يعني في مجلس يتقال في كلام سلبي على حد حد هيمشي ينقلوا الكلام ده ده معنى النميمة عند العلماء السبب الثاني بعد الوقيع المقصودة سبب إظهار المودة والخوف عليك قال يعني أنا صاحبك بقى ولما حد يتكلم عليك اتضيقت قوي أنا من رجالتك بنقلك الكلام أهو حسن البصري قال في المشهد ده كده قال من نم إليك نم عليك يعني اللي بنقلك الكلام السلبي اللي بتقال عليك هينقل الكلام السلبي اللي بتقل منك لغيرك لأن اللي عايز يكسب قلبك يخدمك مش ينقلك كلام سلبي زعلك من الناس وهنا كانت وسيط ربنا واضحة ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم مناع للمحبة بين الخلق وده اعتداء وإثن أما الوصية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت في صورة تحذير من مفسدين العلاقات بسبب النميمة وقبل ما أقولك التحذير أنا بعناية شفت إخوات بيتفرقوا بسبب أن فيه أخ منهم بيتبرع بالتحذير من كلام قالوا أخ على أخ عشان يكسب ودي الجميع يعني مع شوية تحبيش من الاستغراب والتعجب إزاي يقول عليك كده والتحبيش دي بتغر الصدور وتفس التاريخ المحبة قال صلى الله عليه وسلم ألا أمبئكم العضة العضة عن الخطأ الفاحش قيل ماذا يا رسول الله قال النميمة القالة بين الناس عمال أقول 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 بين الناس وانقل الكلام السلبي ويعدي النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين وربنا يشهدوا الغيب اللي جوه القبرين دول فيقول إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير يعني هما ما كانوش شايفينها أخطأ كبيرة بس هي أخطأ كبيرة عند ربنا أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة النميمة دي كانت سبب في عذاب الأحبة وخراب البيوت وتفريق الناس اللي بينها تاريخ جميل فزي ما هو كان سبب في خراب البيوت استوجب ده عذاب في الآخرة إلا من رحم الله فالموضوع كبير نقل الكلام السلبي المفسد للأحبة بين المجالس مع إن الشريعة جد بعكس النميمة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول لا خير في كثير من نجواهم من كلامهم يعني إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فإحنا مأمورين بنقل الكلام الإيجابي مش الكلام السلبي بين المجالس إذن لو أنت بيسمون مصريين ودني لو أنت بتدي ودنك لو سمحت ما تديش ودنك ودنك دي تتحكم في قلبك مباشرة هي وعنيك أي كلمة سلبية هتسمح لحد ينقلها لك اعمل حسابك إنها يقينا هتغير قلبك إلا من رحم الله فلو سمحت لا تسمح لأحد أن ينقل لك كلام سلبي اتقل عليك وارفض وقوله لو سمحت أنت كده بتعمل كبيرة في حق نفسك من أكبر الكبير وبتأذي قلبي وتفرق بين الأحبة فاللي بيسمع ما يديش ودنه واللي بينقل عايز أقولك حذاري حذاري لأن ربك سبحانه وتعالى لو عايز تكسب ود الناس بنقل الكلام السلبي قال يعني بتخدمهم يعني ربنا ما بيحبش النميمة وقال عليها من الكبائر حذاري على مقامك في نفوس الناس اللي أنت بتدور عليه وحذاري على أخرتك اللي سدنا رسول الله في البخاري ومسلم حذر من السؤال الشديد في الأخرة بسبب إفساد المحبة بسبب النميمة فاللهم طهر ألسناتنا من النميمة وحل أنفسنا بالأخلاق الكريمة موسيقى 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 موسيقى